اشتركوا في القناة منصات توزيع القرآن أصبحت نقاط تجنيداً لمن يريدون المشاركة في الحرب في سوريا والعراق هذا كلام فارغ ولكنهم يعطون بدلاً من ذلك نبذة عن موقفهم من قضية عدم الإيمان بالله أعني أنك وهو وهي سوف تقفون أمام الخالق وأنا كذلك حرية الدين تسمح لجماعات كهذه بالدعاية في العالم المشهد السلفي أصبح يجذب المزيد من الشباب وفي هامبورغ أتكم دائرة حماية الدستور بمراقبة جماعة خاتم الأنبياء نرى أن منصات كهذه لتوزيع القرآن تعد سلفية ومتطرفة فهي منصة ترفض أسس الديمقراطية والحرية وبالنسبة للشباب الذي من السهل التأثير عليه تعد هذه المنصات خطوة أخرى لدعم تطرفه وبالفعل يهتم السلفيون بجذب الشباب على الأخص ويعرضون نجاحاتهم في اجتذابهم من خلال فيديوهات ينشرونها في الإنترنت ومن ينطق الشهادة من الممكن أن يصبح هنا مسلما على الفور الشباب الذي يبحث عن التوجيه والذين يريدون التواصل مع آخرين يعدون فريسة سهلة للسلفيين وبعضهم ينتقل مباشرة بعدها إلى الحرب تماما كإبراهيم فهو أيضا اجتذبه السلفيون من خلال منصة كهذه ثم بدأ بتوزيع القرآن بنفسه ثم أصبح مقاتلا في سوريا وقتل هناك في خريف العام الماضي إنه واحد من أكثر من 720 شخصا من ألمانيا سافروا للمشاركة في الحرب في سوريا أو العراق أندغي توبات يريد أن يوقف الشباب حتى لا يخودوا تجربة كهذه وذلك من خلال شبكته الاستشارية التي أسسها في ألمانيا لمساعدة الشباب لترك المشهد السلفي هؤلاء الشباب يجبوا ربطهم بعائلاتهم وبأصدقائهم ومن المهم التواصل معهم ومحادثتهم وحتى إن شاركوا في توزيع القرآن ينبغي اللجوء إلى النقاش المفتوح معهم بدلا من عزلهم ويقول إن مواجهة السلفيين أمر مجهد ولكنها ربما تكون الوسيلة الوحيدة الواعدة بالنجاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر